أهلا وسهلا فيكم جديد دائما بكل مواضيعنا وبكل الأمور اللي نتحدث فيها نتحدث على أهمية الإرث والتراث المحلي الأردني هويتنا اللي لازم نحافظ عليها اليوم رح يكون معنا الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي نائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع بيئة الأردن رح نحكي كيف بدنا نحافظ على هذه الأثار نحافظ على إرثنا المحلي وننقلوا لأجيال القادمة من خلال أتمتوا ووضعوا على مواقع التواصل الاجتماعي وإلوا دور كتير كبير بالتكنولوجيا صباح الخير أستاذ الدكتور فادي صباح الخير الله يعطيكم العافية صباح الخير للمشاهدين جميعا يسهد صباح لما نتحدث عن الرقمنة وعن التكنولوجيا دائما نحكي إنها عالم كبير وإلها دور كتير كبير ولكن إنه نحافظ على إرثنا وأهمية البحث في الإرث والتاريخ اللي نحكي إنها دور كتير كبير كيف عملتم على هذا الموضوع تحديدا؟ في البداية أشكرك ستي وأصبع عليكم جميعا مرة أخرى يعني فكرة إنه الإرث هو كل ما نملك هو مستقبلنا هو هويتنا هو تاريخنا اللي ممكن ناخد منه المستقبل اللي إحنا منتطلع إلو اللي أجد فكرة مشروعنا أو فكرة المشروع اللي إحنا نشغلين فيه إنه هذا الأعمال اللي تنقام فيه التراث والدراسات اللي عم تنعمل جزء كبير منها عم بين عمل داخل الأردن وجزء خارج الأردن وفي عدم وجود أنظمة تحمي هذه الدراسات وتوضح لنا كيفية وين هي الأشياء اللي ما نعملت وين احتياجاتنا وين اللي هو الإمكانيات اللي إحنا ممكن نستغلها من الأشياء الموجودة فكان لابد من إنه وجود قاعدة بيانات رقمية لكل الأرث اللي هو أو الدراسات في الأرث الرقمي وكان هذا يعني مشروع كتير طموح لأنه إحنا هدفنا إن نساعد أصحاب القرار اللي هي دائرة الأثار العامة ووزارة السياحة بتحديد مشاكلهم تحديد وين اللي هي الدراسات اللي صارت عندهم تجميحها من كل أنحاء العالم ووضحها في نظام والأهم من هذا الموضوع أنه تكون النظام الكل قادر الوصول إليه والمعلومة تكون سهلة والمعلومة متعددة المصادر وبحيث أنه يكون في عندك مصدر كبير لهذه المعلومات والأبحاث اللي إحنا قمنا فيها فالمشروع هو كان حلم كبير جدا إنه إحنا نقدر نستخدم التكنولوجيا في إيجاد قاعدة بيانات تحتوي على كل أو على أغلب الدراسات في الأرث الرقمي والحمد لله رب العالمين النتائج للمشروع كتير ممتازة قدرنا نجمع 325 قاعدة بيانات أنا لما بحكي عن قاعدة بيانات ما بحكي عن معلومة ولا دراسة وحدة ممكن تكون فيها عدة دراسات أو عدة اللي هو مشاريع في نفس قاعدة البيانات من أكتر من 17 دولة وموجودة ومؤسسة منتشرة فيها هذه قاعدة اللي هو البيانات فمشروع مديح هو مشروع فعلا طموح الإنجاز فيه كتير كبير لحد الآن وهدفنا الأكبر من مشروع مديح هو إيجاد إن شاء الله في المرحلة الثانية هو إيجاد مختبر للأرث الرقمي في الأردن يكون اسمه المختبر الوطني للأرث الرقمي بحيث يكون فيه عندنا شغلنا وإرثنا وحضارتنا موجودة في مكان محفوظ ومنقدر نرجع له ومنقدر نستخدمه في أي وقت دكتور رفادي هو إنك تلاقي المعلومات تكون عندك قاعدة بينات بسحل على الناس اللي بيجوا ورانا إحنا لما بنحكي عن أرث ونحكي إنه إحنا ما نحافظ عليه هو بناء معلومة على معلومة أحسن ونرجع نبلش من الصفر بمشروع مديح متى بلشته ومتى رح يكون جاهز للاستخدام إحنا الإشي الحلو أول شي أبدأ أشكرك فعلا هو إنه إحنا التراث هو مادة حساسة فكثرة الدراسات عليها ترى مش بالإشي الإيجابي خاصة الدراسات المكررة فإذا قدرنا نخفف قدر الأمكان اللي هو الدراسات على المواقع التراثية ويكون هو إشي إيجابي إذا كانت الدراسة معمولة بالنسبة لمشروع مديح إحنا بلشنا في الـ 2018 وقاعدة البيانات الآن متاحة للجميع على جميع المنصات إنه منصة خاصة على اللي هو السيرفر على الويب بيج الكل بيقدر إنه يفوتوا ويشوفوا ويستخدموا الآن يعني إحنا ما استنينا لنهاية المشروع حتى الناس تشوف شغلنا بناخد اللي هو التغذية الراجعة دائما على شغلنا من الموجودين والإشي الأهم إنه أنا حاب أحكي إنه هو هذا المشروع كان مشروع نوعي لأنه كان بحثي تطبيقي وليس بحثي فقط اللي هو نظري فكان فيه إحنا تعاوننا بمجموعة كبيرة من المؤسسات حتى قدرنا أنا بمثل الجامعة الهاشمية واللي هي كانت البور الأكاديمي معانا في شغلنا وكانت الداعمين إنه كثير من الجامعة الهاشمية في موضوع البحث العلمي فكان معنا مجلس الأبحاث البريطانية في بلاد الشام معانا كينغز كوليج اللي هو الشريك الأساسي من بريطانيا ومعانا الجامعية الأردنية للأنظمة المفتوحة وكان معانا أيضا دائرة الأثار العامة اللي هي الشريك الأساسي اللي هي إحنا عم نشتغل لخدمتهم عشان يقدر يكون عندهم قدرة لتطوير المواقع واستدامتها المعلومة هي القوة إذا وجدت المعلومة أنت بتقدر تخطط صحه وتقدر اللي هو تبني شغلك في المستقبل بشكل اللي هو صحيح معنا دكتور رفادي صور خلينا نستعرضهم مع بعض عشان نوضح للناس بالنسبة لموضوع المشروع مديح هاي الصور اللي عم بتشوفوها هي بعض الأمثلة من اللي هو القواعد البيانات اللي تم تجميحها نعم في اللي هو مشروعنا وعم بتشوفوا أنه في معلومات كثيرة وفي قطع أثرية نادرة وفي اللي هو حكاية وقصص أثرية تم تغطيقها رقميا كان فعليا إحنا عنا معلومات كثيرة قليلة عليها أصبح الآن يعني فيها معلومات سياسية معلومات تاريخية معلومات اللي هو معمارية أنثروبيولوجية حتى المشروع أنا لما بطل عليه يعني ممكن أكون أنا هيك شوي متحيز للمشروع عم بشوف أنه المكان أصبح يعني هو عبارة عن قاعدة بيانات تحكي على الأردن بمجالات مختلفة فغير أنه حفظنا اللي هو الأرث الرقم اللي انشغل هو عبارة عن أصبح كأنه أنت بفوت على القاعدة باستعرض التاريخ لأردن أن الحمد لله رب العالمين يعني تاريخنا دائما هو مصدر قوتنا في مقول دائما بحكيه لطلابي وصاروا يترددوا فيها دائما بقولهم يا جماعة إحنا عنا بترول أكتر من كل دول العالم هذا الإرث اللي عنا هاي تراث اللي عنا هي بترولنا هي قوتنا هي المستقبل تبعنا جلالة سيدنا الله يطول بعمره دائما بحكيه لنا يا شباب المستقبل عليكم إذا أدا فجينا حتى في مشروعنا حكينا الشباب هو العنصر الأساسي هو الفكرة الأساسية في المشروع وجمعنا بين أفكار سيدنا اللي احنا نتمنى أن نكون مثلنا اللي هو هاي الأفكار في أنه بحث علمي تطبيقي وليس نظري في الشباب له دور كبير يعني فريق العمل اللي موجود معنا الجانب الأردني أنا دائما بحكولي أنت دائما بتتحيز للفريق الأردني نعم بتتحيز للفريق الأردني لأني دائما مشاريعنا الدولية بتاخد اللي هو الصبغة أنه إحنا جزء بسيط من هاي المشروع لا الفريق الأردني كان جزء أساسي من هذا المشروع وعندي فريق من الشباب والصبايا كان لهم دور محوري في تجميع المعلومات وفي تحليل المعلومات وأصبحوا من الخبراء اللي إحنا بنحتز فيهم طبعا بالإضافة لإعتزازنا الكبير جدا في شركائنا اللي هما من الجانب البريطاني لأنهم فعلا كانوا خير سند إلينا في هذا المشروع نعم دكتور فادي بأسألك سؤالي أنت تحدثت أنه تم جمع العديد من المعلومات وقواعد البيانات وامتدت لسنوات وسنوات ولكن اللي بقرأ مثلا البحث شوي بكتب التاريخ وبداية تأسيس مثلا شرق الأردن وإمارة شرق الأردن والأردن منشوف في بعض الروايات من أراء وزوايا مختلفة يعني في مرة قرأت كتاب من جهة الكاتب وهو كان بريطان الأصل نفس المعلومة شفتها عند كتاب تاني هو كان بدوي وكتب وكتبها بأسلوب آخر كيف قدرتوا توصلوا للرواية الصحيحة لهم هي صحيحة عند الجهتين بس بأراء بمنظور مختلف ولكن الهوية هي واضحة ولكن كيف قدرتوا توازنوا بهذا الموضوع حتى نحفظوا لأولادنا والأجيال القادمة يعني سؤال جدا عميق وإحنا في مشروعنا خأكون معك صريح ما كنا نحاول نختار الرواية الأصحة أو الرواية الصحيحة كنا نجمع كل المعلومات وتجميع المعلومات ووضحها في اللي هو فهارس قريبا من بعضها هو قوة اللي بيقرأها يقدر يحلل إيش الصح وإيش اللي هو الخاطئ بتعطي اللي هو الروايتين وهو قادر على بس إحنا ما كان في عنا يعني الروايات اللي بنحكي عنها اللي هي ممكن تكون مغلوطة أو من وجهة نظر شخصية إحنا ما كنا نبحث عن هذا الموضوع فوقنا نبحث على المشاريع الدولية والمشاريع اللي هي الكبيرة اللي بحيث اللي إلها قيمة علمية وإلها قيمة يعني أكاديمية واضحة يعني كلها مصادر مغتوقة وفيه شغلة بدي أحكيها عن المشروع إنه المشروع ساعدنا مش بس إنه جمعنا هاي الداتا وحللناها وطلعنا بأشياء هو فعرفنا إنه كيف نتعامل مع الداتا نعم دورة حياة المعلومات مو سهلة مو سهلة دكتور فادي مصبوط بحكي لها صبية معنا من المبدعات في المشروع اسمها شادم بيضين مهندس شادم بيضين بحكي لها حاسية حالة بالمشروع سورة سي بي يو تدخل المعلومة عم تتحلل عم بطلع مخرجات فأصبحنا اللي هو فكرة المشروع فعليا غيرت تفكيرنا ورح المنتج منه ما استنينا يعني أنا دائما بمشاريعنا بنحكي خلينا ناخد إشي نحسه ما نظلنا نعمل مشروع عشان نعمل مشروع تهليم ومشروع عشان نعمل ورشة عمل لكن كان معنا فريق عمل كبير جدا وكان معنا لجنة توجيهية كبيرة ساعدتنا كثير يعني رئيس للجنة التوجيهية للمشروع ستي دانا سمو الأميرة دانا فراس وجهلها كل الشكر على دعمها إلنا والأستاذ الدكتور فواز عبدالحق لزبون رئيس الجامعة الهاشمية اللي انبارح الساعة 11 ونصف الليل أعطاني جرعة أمل بكيف أنه عنده استعداد ينقل هذا المشروع من مختبرات كينغز إلى مختبرات الجامعة الهاشمية وفتح أبواب الجامعة الهاشمية أنه شو ما بتحتاجه لمشروع وطني نشكرك دكتور فادي بنحاوي على هذا اللقاء ولهذه المعلومات إن شاء الله كل الجيل القادم يعني هم إجاهم المعلومات على طبق من ذهب وسهلنا عليهم بقصة البوابات الإلكترونية ويعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا